اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبروك المستوى الهائل لمنتخب اليمن ومبروك للبحرين هذه الروح والاصرار والعزيمة على اثبات انه هناك فريق يحتاج الى اعادة ترتيب تحديدا السعودية وغطر تجاوزوا الى المرحلة الثانية واليمن والبحرين ودعوا البطولة ويبقى الامل معبود على الازرق باشر مباراتنا ستكون مفصلية يمكن ما هي المباراة اللي والله هي التاريخية وعندنا اربع فرص التأهل لكن اذا عندك ولد يابلك امتياز اول سنة لازم الضاعف الاهتمام فيه عشان يبلك امتياز كل سنة الظروف ما تسمح وهو يتعرض الى وعكة صحية وعكة وعكة نحاول نقف معاه فمنتخبنا الازرق وانا متأكد من الجمهور جمهور الكويت جمهور منتخب الكويت يختلف اختلاف كله عن جماهير الكرة الارضية وتحديدا عن الجمهور السعودي الذي خذل منتخب بلاده اقولها بحرقة ان لأول مرة يلعب السعودية على ارضه وهو غريب يلعب اللاعب السعودي وهو لا ينتمي ولا يشعر انه على ارضه بسبب غياب الجماهير شنو اسبابها هذي عادي ناقشون هالتلفزيونات السعودية اقول رأيي بشكل بسيط انه غاب الجمهور السعودي تفوق الجمهور اليمني ولكن روح وحلاوة وحضور الجمهور الكويتي غدا ستكون حاضرة اكيد مع منتخبنا في استحقاقه مع عمان الموضوع مهني الموضوع في واحد بيتزوج فرا حق حق ابوه لان بعينه ابوه دائما نرى ابائنا هم الغدوة هما الافضل هما الاكثر اه تعاملا مع مجريات الحياة فراح لقال له يبوه انا ترى بتزوج عندك وصية لي قال انا ادري ان عرسك بعد شم يوم وصيتي الاتية قال له شنو وصيتي قال انا بقولك غصة وانت عد كيفك فهمها قال له اقول يا يبوه قال له هذا واحد تزوج لوحده يعني بيتهم بغرية ثانية غير غريتهم ما اكو سيارات اول فسواوا العرس عدوا الحين عقب اسبوع راح ييبها من الغرية ارد فاخذ عربانه يره عزكم الله احمار وركب المرأة ومشى مشى الى ثلاثة كيلو وقف الحمار مراضي يمشي فنزل وطق الحمار على ظهره قال له هذه واحدة مشى الحمار مشت العربانه بعد ثلاثة كيلو ثانية وقفت العربانه نزل الريال جاب الى الحمار عزكم الله وقال له هذه الثانية وطقه طقه تعور اكثر والمرأة قاعدة وراء بالعربانه عباتها انت غريفة بالعبات وقاعدة مشت العربانه مع الحمار يره تقريبا هم بعد ثلاثة كيلو ونص عشان نغير وقف الحمار مراضي يمشي قريب على الغرية فنزل وسحب سلاحه ورمى الحمار ومات ما تعزكم الله الحمار عقب مرمى صاحبه لما يا العربانه صوب زوجته كانت تقول له حرام عليك ذبحت الحمار قال لها هذه وحدة هذه وحدة يعني باجيلها بعد وحدة وتنقتل قال حقبو يعني شلون قال لها ترى مرتك عليك انت افرسها على خيالها انت من اول يوم تفرس شخصيتك مو ثالث يوم ولا رابع يوم ولا خامس يوم اللجنة تنظيمية لجنة الحكام الغائمين على بطولة كأس الخليج في الرياض شعق بيايين تنصعون رأس القطو جدامنا يعني يبين لنا بن يمين بن يمين شو نسوي فيه بتخرعوننا حنا عرفناكم من اول يوم حنا اللي كنا راكبين العربانه مو انتو حكم تطالب الكويت عن بكرة ابيها باعلامها بلاعبينها باداريينها بمهتمينها انها ما تسند لمباراة لان ظلم الكويت ظلم واضح وباجندة يعاد تعيين امرأة ثانية شنو يعني انا اقول لكم اياها اليوم من هذا المنبر هذه واحدة ثانية ثالثة الرابعة الخامسة انا انصحكم انصح رؤسة الوفود كلهم باستثناء وفد الكويت واللجنة التنظيمية واللجنة الفنية واللجنة الحكام ييبوا باتشر خمس حكام من عمان ما عندنا مشكلة ييبوا لكم خمس حكام عمرهم ما حكموا كرة غدهم ييبوا لنا حكام بتنس طاولة ما عندنا مشكلة لان هذا عهد بائد راح مو احنا اللي بنوقف ونتعلل بالحكم احنا عندنا بدر مطوع فهد العنزي عزيز المشعان علي مغصيد نواف الخالدي فهد عوض طلال عامر طلال نايف عندنا رجال في الملعب لو تحط عشرين حكم حط اللي تبيه لكن الغريب في الغصة ان هذا الحكم يوم ما طلب للتحكيم في كاس الخليج قال في كتاب رسمي موجود قال انا ترى حدي معاكم اليوم تسعة عشر نوفمبر بعدها عندي استحقاق ما اقدر وعلى ضوءه اللجنة بعثت كتاب حق الفيفا قالت نبي حكم ثاني فرشحت الفيفا حكم اوزبكي هيوصل فجر اليوم او وصل تقريبا الرياض تحطونا اخر يوم بنية مبيتة عشان يأثر علينا ويمشي نحن شركب طيارته واتريحون الاوزبكي عشان وقت ثاني عيل وين معركتنا مع سلمان بن ابراهيم وين 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 العربانة واقفة واقفة العربانة بس باتر راح نحركها راح نحركها نحركها باتر وانا بروح الطاولة احرك الحوار مع لاعب لعب قلب دفاع نجح لعب غلب هجوم نجح لعب بالوسط نجح لعب وهو مدرب نجح يحلل نجح باجي لمرحلة واحدة ونسميه جراندايزر لكويت راشد بديح واسع صدوركم احنا نصالف معا لحوال خطرر ум producto اشتركarmت طفل تاتم iber